اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واستمرارا لتقييم النيابة العامة لاوضاع نزلاء مؤسسة الاصلاح والتأهيل فقد تلقت النيابة العامة من ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية عدد خمسمائة وثلاثين نزيلا من من قضوا نصف المدة وذلك للعمل على توسعة نطاق تطبيق احكام قانون العقوبات البديلة واشار النائب العام الى ان النيابة قامت بدراسة اوضاع هؤلاء النزلاء وانتهت الى توافر الشروط والضوابط القانونية بهم واستفادتهم من القانون ومن ثم اتخذت الاجراءات المقررة بالقانون في ضوء ما انتهت اليه هذه الدراسة وتم عرض الامر على قاضي تنفيذ العقاب الذي اصدر قراره بابدال مدة عقوبة الحبس المتبقية على المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تختلف ما بين الالزام بالعمل في خدمة المجتمع والالحاق في برامج التأهيل والتدريب وحظر ارتياد اماكن محددة واضح النائب العام ان تطبيق احكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على اوسع نطاق يمثل نتاجا فكريا عصريا متحضرا تبنته مملكة البحرين مشيرا الى صدور التوجيهات الملكية السامية للجهات المعنية للعمل على تعزيز امكاناتها في التطبيق الفعال للقانون بناء على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب ودون ما اخلال بحقوق المجن عليهم والمتضررين من الجريمة وبين ان عدد المحكوميين من الذين سبقوا وان استفادوا من جميع انواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها قد بلغ 1116 محكومة اشتركوا في القناة